نضم إلنا علي حبجو حلاق متجوله ومعنا من غازي عندها بيساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا علي بيساعد صباحك يا علي صباحك يا علي صباحك يا انسي بيساعد صباحك يا انسي مين أول حدا طال عليك هذا اللقب حلاق الدرويش انسي رفقاتي والله ورفيقي يعني عز رفيق لألي طال لي هاللقب هاد ومشي عليك صارت المنطقة كلها تعرفك بهذا الاسم ايه بالظبط ايه بالظبط اكيد هلا بيقولوا حلاقين بيحكوا كتير صح انا حلقة اول ايه مضبوطة ايه يلا حكي لنا شن شنون شنون تعلمة شن دخلت على الموضوع وشن عم تشتغل بالمعمل وعم تلحق بعض وشغل المعامل بتركيا كتير صعب الله يعني غالب فواحد ترجع متكسر فترجع تروح تحلق ما او تحلق للعام فتوقع كمان صعبة ما هيك شوي اكيد واجهت صعوبات كتير عنسي عنسي انا اول ما جيت عالسوريا يعني رحت على الاصلاحية انا تعلمت مثل الاحلاق بالاصلاحي فترة ثلاثة شهور تقريبا بعدين شوي شوي يعني صرت احلق تمام تعلمت هالمصلحة اشتغلت شوي بمحل اقريبا فترة يعني معينة وانتقلت على غازي عنتاب من الاصلاحي على غازي عنتاب هون بغازي عنتاب ما كان يعني معي بصاري انه احسن نفتح مثلا محل أو كذا قلت اشتغل بالمعامل تمام واش بصري مثلا بعد دوابي يعني اطلع احلق للناس كذا صرت شوي شوي مثلا اطلع بعد دوابي كان دوابي من الساعة 8 للساعة 7 المساء يعني معروف الدواب الصناعة بغازي عنتاب اجي بعد الساعة 7 مثلا حاكم معي شخص أو كذا اطلع احلق له طبعا انا كنت حيطت مثلا منشورة على الفيس أو على الواتس اب تمام اطلع لعندهم والله احلق لهم كذا بس يعني سعر رمزي كتير يعني بنص القيمة تقريبا كانت هذه قلسناها كانت الحلاقة يمكن بخمسين ليرام اظن انتذكر اخد خمسة وعشرين مثلا تمام اطفال كمان بنص القيمة ايه وطلعونا لقى بانه حلق الدرويش انه حلق مثلا للدرويش يعني لقى في شغلي انه اليوم واحد ايه هي كانت الغاية انه انت بس هي ما كانت زي هي كانت الغاية انك تساعد الناس وانك ما تاخد الجار كتير من الاحلاقة ولا لا هي مثل موهبة عندك او هي واية حبيت انك تمارسها بعد شغلك وخلص انك تعمل شي ممكن بعد شغلك لا انا سيأكيد اول شغلي هي هواي الحلاقة تمام انا يعني حطيتها براسي وتعلمت الحمدلاء فترة قصيرة والتاني شغلي انه انا مثلا احب ساعد الناس للفقرة او نوع مصاري انا كثير مرت علي مثلا الناس ما معهم مصاري يدفعوا حق الحلاق مثلا احلق له نبلاش فهمت علي كيف ما اخد منه شيء ابدأ احلقت كثير نبلاش والله يعني كثير كثير عالطول بقولوا المركب اللي فيه شي لالله ما بيغرق ويعطيك ألف عافية فأكيد الشي اللي عم تعمله في ناس عن جد ممكن تفرق معه الحلاقة ممكن تجيب شي لالعيد ومين بيحلق لك انت علي؟ اكيد بالضبط لحاله تفضل يا انسي مين بيحلق لك؟ ما فهمت عليكي مين بيحلق لك؟ انا والله بحلق بالمحل الصراحة يعني عند حدا وتبتعلق لحالك؟ انا اليوم الشعري ما بحسن بحلق تتحكم؟ لا ما بحلق حالي بس دقني مثال بجوز دقني بتحكم فيه بس انه شعري ما بحسن حلق في المتعلق كيف؟ يعني بضطر روح على محل بحلقه بمحل طب علي بتتابع بتتابع القصات الحديثة بتحاول انك تتعلم شي جديد غير اللي تعلمته يعني بتواكب هاي التطورات بالحلق بقصات الشعر شوفه موضة مثلا؟ اكيد انسي اكيد انا بتعلم احاول حلاق انا دوري قدامي اثنين او ثلاثة اشخاص احاول نشوف الحلاق اي موديل بقص مثلا كذا اول ما اتعلمت او بدخل على اليوتيوب مثلا بكتب قصات بطلع موديلات كثير كويسة وبتقدر تطبقها دغري مشان احلاقها مثلا اللي بيحكي معي حلو طبقها دغري اكيد بتعجبهم الزبون لحلاقها مثلا بيذقها علي تالي مرة وانا اخذ منه ساعة رمزي بيكسب زبون لصالحي فهمت علي كثير حلو طيب علي انت ذكرت بالماد انه انت عبالك ترجع لسوريا وبتفتح يعني محل احلاق خاص فيك يعني لابن ما نرجع على سوريا كل الات ما هيك وصل الوضاع افضل او حتى عندما ترجع على سوريا هل فكرت او مول لو محل صغير احلاق خاص فيك اكيد انا انا فكرت كثير ولحد اللحظة فكر ان افتح محل وكذا بس انا يعني حكيت غير مرة انه موضوع المصاري وكذا انه شوية ما ساعدني ان افتح محل فهمت علي كيف كان وشغل المعامل انه انا اضطر ان اشتغل بالمعامل انه من الصبح للمغرب ايوة يعني شوية من الحلاقة بقيتني شوية فهمت علي كيف لاني انا اليوم عندي اجارات مثلا اجار بيت كذا انت و مين عايش علي يعني اضطر اطلع على البيوت انت و مين عايش يا علي انا انا متزوج والله انا متزوج عندك اطفال انا متزوج انا وعيالي ايه بالظبط اي عندي اطفال اتنين الله يخليهم يا رب و اكيد نسلم على المدام نشكرك علي حب جو حلاقة متجول كنت معنا من غازي انت ابقى التركية الله يسلمك الله يسلمك تحياتي لكم